قال رئيس حزب إسرائيل بيتين وفكدور لبرمان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو سيتمكن من تحقيق غالبية اتلافية في الانتخابات الوشيكة في حال تجاوز عدسما يهوديت نسبة الحصم وأشار لبرمان إلى أنه في حال كانت نسبة التصويت مرتفعة في مركز البلاد فإن هذا سيمنع من تشكيل حكومة يمينية ضيقة مؤكدا أنه يستعد لانتخابات أخرى بعد سنة ونصف عقب انهيار حكم نتنياهو هذا توقع رئيس حزب إسرائيل بيتين وتفكك قائمة كحول لفان وانضمام أجزاء منها إلى حكومة الليكود التي وصفها بأنها الحكومة الأسوأ منذ بداية إسرائيل على حد تعبيره